أبو ضياء من العراق بارك الله فيه يقول يعني في الإسلام شرع الزواج من أربع يقول ما الحكمة في ذلك أبو ضياء بارك الله فيك بالنسبة لهذه القضية لما نأتي إلى سياقاتها أو سياقات التشريعات الأخرى نجد بأنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى وعز ذلك أن الناس حينما اندرس العلم وذهب الوحي حصل عند الناس فوضى وعبث وحصل لدى الناس يعني من البعد عن دين الله عز وجل الشيء المعلوم يعني مثال ذلك مثلا الطلاق الطلاق ما كان له حد في الجاهلية يطلق الرجل ما شاء ما شاء مفتوح له فأبطل الإسلام هذه العقيدة وهذا الأمر وجعل الطلاق الذي يملكه الزوج فقط ثلاث مع أن عندنا مجموعة من أنواع الفرقة كثيرة لكن الزوج ما يملك إلا ثلاث طلاقات وهذا فيه صيانة للأسرة وحماية للمجتمع وأيضا إعطاء حماية للمرأة من أن يعبث بها رجل بمثل هذه الطريقة وينتقم منها كلما أوشكت على الانتهاء راجعها إلى مئة مئتين مرة وهنا أبطلتها الشريعة الأمر الثاني أخي الفاضل كان النكاح فيه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مفتوح للرجل يتزوج عشر أو عشرين وثلاثين وخمسين بل أذكر لك حديث لا بأس بإسناده جود إسناده جمع من أهل العلم أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعند عشر من النسوة عشرة عشرة من النسوة وشرائع من قبلنا كان أيضا ما فيه عدد معين سليمان عليه السلام أقسم بالله ليطوفن الليلة على مئة امرأة وفي لفظ على تسع وتسعين امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد به في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله ما قالها نسي فما أتت إلا امرأة واحدة بشق يعني إنسان نصف جنين فهذه مسألة أخرى تتعلق في تعليق الأمر بالمشية فهؤلاء الأنبياء كان عندهم الأمر مفتوح كان في شريعتهم النكاحة بالنسبة للعدد مفتوح في الجاهلية كان أيضا هناك عبث فجاء الإسلام ورشد هذا من لدن حكيم عليم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولذلك للقاعدة الشرعية أن النساء أكثر من الرجال وهذا موجود في غالب المجتمعات وبالنسبة لنكاح الرجل لأكثر من امرأة فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة سواء عليه أو على المجتمع أو على مجموع الأمة من ذلك مثلا تكثير النسل فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم وفي لفظ الأنبياء يوم القيام الأمر الثاني ما عند الرجل من القوة التي يتفق عليها جميع العلماء والذي يحتاج فيه إلى أكثر من امرأة طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة في جميع الرجال لكن هو الغالب فهنا الشريعة جاءت ووفرت له يعني هذا العدد المحدود هذا العدد المحدود أمر آخر أن في التعدد لا شك فيه أنه توثيق للروابط الاجتماعية والأسرية وأشياء كثيرة وأيضا فيه التنوع من حيث الإنجاب بحيث أن أحيانا قد يكون الأولاد إذا أتوا من طريق مثلا يكون فيهم الضعف البدني الضعف العقلي الهزال لكن إذا أتوا من طريق آخر ذلك تجد الآن بعض المعددين أولاده يختلفون يعني من هذه المرأة تجد فيهم الذكاء والفطنة والنباهة الشيء المعروف على خلاف مثلا الأولاد من المرأة الثانية الأولاد المرأة الثانية يجد مثلا عندهم البسطة في الجسم مثلا والقوة في العضلات والبنية وعند الآخرين أضعف وهذا كله يعود على المجتمع والعمومة يا أخي الفاضل الحكم والأسرار كثيرة لكن نحن لما نؤمن بأن الله عز وجل لا يأتي بالشرع في ما يتعلق بالأوامر أو النواهي إلا لمصالح يعني يكفينا هذا يا أخي الفاضل هو الاستسلام لله والاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الشريعة من لدن حكيم خبير عليم قدير سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة في ذلك